موجز الأخبار من قناة المحور أهلا بكم استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم أنتوني بلينكين وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية بقصر الاتحادية لبحث العلاقات المشترقة صرح السفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أكد علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر وأمريكا والتطلع لتعزيزها بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد أنتوني بلينكين وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وكذلك السيد دانيل جرابنستاين القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء وزير الخارجية الأمريكية ناقلا سيادته تحياته إلى رئيس جو بايدن ومؤكدا على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة والتطلع لتعزيز التنصيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة من جانبه نقل بلينكين إلى السيد الرئيس تحيات الرئيس الأمريكي مؤكدا أنه في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين فإن واشنطن تعول على التنصيق الحثيث مع مصر بقيادة السيد الرئيس لاستعادة الاستقرار وتحقيق التهدئة واحتواء الوضع ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وأوضح المتحدث الرسمي أنه في هذا السياق تم استعراض التطورات والأحداث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية والجهود المشتركة والمساعي المصرية الجارية لاحتواء التوتر المتصاعد خلال الأيام الماضية حيث أكد السيد الرئيس إلى أن تطورات الأحداث الأخيرة تؤكد أهمية العمل بشكل فوري في إطار المسارين السياسي والأمني لتهدئة الأوضاع والحد من اتخاذ أي إجراءات أحدية من الطرفين مؤكداً سيادته موقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية وعلى نحو يحل تلك القضية المحورية في المنطقة ويفتح آفاق السلام والاستقرار والتعاون والبناء وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك فضلاً عن بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين الجانبين وقد تم في هذا الصياق التطرق إلى قضية سد النهضة حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر الثابت في هذا الصدد من خلال ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد بما يحقق المصالح المشتركة ويحفظ الحقوق المائية والتنموية لجميع الأطراف مشدداً سيادته على أهمية الدور الأمريكي للإطلاع بدور مؤثر لحل حالة تلك الأزمة أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تشهد تطوراً في سيولة العملة الأجنبية والمزيد من جذب المستثمرين الأجانب وتتعامل مع التحديات العالمية وتمهد الطريق من أجل التعافي الاقتصادية جاء ذلك خلال افتتاحه المؤتمر السنوي للمستثمرين بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة بدأت تتحرك بخطط شاملة للتأكد من توفر العملة الأجنبية في الأسواق وتحقيق توقعات اقتصادية إيجابية خلال العام الجاري مشيراً إلى أن الحكومة والجهاز المصرفي أفرج عن بضائع بقمة تزييد على 14.5 مليار دولار منذ مطلع ديسمبر الماضي رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالوفد العسكري من قلية الدفاع الوطني العمانية الذي حضر جانباً من الجلسة معرباً عن خالص التقدير والاحترام لسلطنة عمان الشقيقة كما أكد رئيس مجلس النواب تعزيز العلاقات والقواصم المشتركة والتاريخ الممتد والراسخ في إطار من الود والأخوة والاحترام المتبادل والتعاون والتنصيق المستمرة بما يخدم صالح البلدين وشعبيهما والأمة العربية أكد الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن المحافظات تواصل يومياً فتح أعداد من معارض أهلاً رمضان مشيراً إلى أن عدد المعارض التي تم افتتحها تخطى المئتي معرض بكل المحافظات وأوضح وزير التموين أن المحافظات تواصل ضخ السلع بشكل يومي بمشاركة المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية بركن أهلاً رمضان إضافة إلى السيارات المتنقلة والشوادر المقامة أمام الوحدات المحلية التي تم إنشاؤها بالتعاون مع المحافظين يواجه فريق البنك الأهلي نظيره غزل المحلة في الخامسة مساء على استاد القاهرة الدولية ضمن منافسات الجولة السادسة عشر لبطولة الدوري الممتاز لقرة القدم ويحتل غزل المحلة في المركز السابع برصيد خمسة وعشرين نقطة بينما يأتي البنك الأهلي في المركز السادس عشر برصيد اثنتي عشر نقطة